موسيقى صباح الخير يا عزيزان طبعين في تحليل الفرن السباح لشركة وانزب بيوكر هاي دمواركو كريم مجدين يوم 15 ماية وعشرين تلاتة وعشرين وانا اكلم مع بعض الديديو بتاعنا عن مؤشر درجونس دولات سلبية للأسهم الأمريكية بشكل عام طبعا والمؤشر درجونس بشكل خاص في ختام يوم الجمعة الماضية وده راجع اكيد في المقام الاول لان خفاض شهية المقترة بشكل كبير نتيجة طبعا قلق المستثمرين من ازيدات الحد في اسعار الفايدة الامريكية خاصة بعد تصريحات المسؤولين حول رفع الفايدة او عدم خفض الفايدة على الاقل خلال الفترة القادمة للحد والسيطرة من التضخم بجانب طبعا تصريحات جوني تيلين الخاصة بسقف الدين الامريكي كل ده اثر بشكل كبير على شهية المستثمرين دي كانت عمل بياناتهم الاخبار ولذلك خلونا نتقل مع بعض ونشوف تشارت وقعاتنا ليه على مدار اليوم زي ما وضح معنا على تشارت طبعا الاداء الضعيف لمؤشر داف جونس وعدم وضوح الاتجاه طبعا مشاكل كبير ولكن طبعا فيه تدارب من المؤشرات اداء ايجابي على السهار اداء ايجابي على مؤشر الستوكاستيك تقاطم متوسطات سعر الاسفل ثبات سعر اسفلهم وثباتوا اسفل نقطته المحورية عند الستمائة خمسة وسبعين كل ده يضغط عليه ولكن ايجابي على اليمي واجابي على الفلاتريند ولذلك التضارب ده يخلينا نلتزم الهياد ولكن الاقرب طبعا نجاحه في كسر نقطة الدعم عند التلتمائة خمسة واربعين وقتها المجال هيكون مفتوح للتسعمائة خمسة وستين وراها ستمائة وتسعين مرة تاني كسر التلتمائة خمسة واربعين وراها التسعمائة خمسة وستين وراها الستمائة وتسعين السيناريو الاخر معايك سحق بكسر تسعمائة خمسة وتمانين وراها المتين وسبعين واخر نقطة عند ربعمية خمسة وسبعين وبكده عزيزة مطابعين نكون وصلنا نهاية الفيديو واتمنالكوا اكيدوا متداول امنوا بشكركم على حسن طبيعتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة